خلينا نسمع رأيي بقى الجمهور يعني أنا عارف طبعا أنه الناس كتير جدا منتظرة بشغف كبير جدا لإقامة اللقاء رأيي الناس في مواجهات الأهلي والتراجي وتوقعاتهم للمواجهة اللي جاية مواطش الزهاب في رادس خلينا نتابع التقرير ونرجع لحضراتكم الأهلي فريق كبير 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 وإن شاء الله هيكسب وهتبقى الفريق كبير جدا لأنه مضرب كويس جدا إن شاء الله اتنين واحد للأهلي بإذن الله أتمنى فوز الأهلي أو تعادل بس الأهلي يكون يجيب أهداف لأن الهدف في برة الملعب بيبقى ليه تأثير جامد يعني إن شاء الله حنكسب اتنين سفر والأهلي ده حبيبنا وإحنا عادين دلوقتي في النادي بندعيله من قلبنا أن يكسب أتمنى إن شاء الله إن ربنا يكرمنا كده ونجيبه على الأهلي واحد سفر يعني نجيب جوني هناك ونرجع إن شاء الله فايدين بالواحد السفر ده على الأهلي لأن طبعاً الجون هناك هيفرق كثير بالنسبة للمطش العودة هنا الاحتمال كبير التعادل اللي أنا متوقع يعني خاصة إن عقل الفريق بيقولوا مش هيلعبه اللي هو أفشا فلما أفشا بيبقى مش موجود مع الفرقة بيبقى جزء كبير جداً من من التكتيك اللعب يعني بيبقى فيه نقص شوي إن شاء الله الأهلي حق نتيجة إجابية يفوز أو يعني على الأقل يتعادل إن شاء الله الأهلي هيكسب 2-0 أنا أتوقع أن نحسم الموقف من كم الشرط الأول المستوى الحالي بيقول كده ومستوى بطولة السنة دي بيقول كده وتاريخ الأهلي ونتائجه في السنين الأخيرة برضو بتدعم نفس الرأي إن شاء الله 2-1 للأهلي بأمر الله أنا فريق واخد على الفوز وإن شاء الله بأمر الله نحق ماتش كويس وإن شاء الله بأمر الله ربنا يكرمنا ونفوز إن شاء الله إن شاء الله يعني نتمنى المكسب للأهلي وتوقعتي 2-1 بإذن الله إن شاء الله الأهلي يحقق مكسب ويكون فوز 2-1 للأهلي أتوقع كده للأهلي إن شاء الله يبقى 2-1 اشتركوا في القناة